بسم الله النهاردة نشوف مع بعض موقع سهل و بسيط عشان تعمل برنامج اندرويد باش محتاج ان انت تتعلم برنامجك خالص او مجرد ان انت بتقول له انا عايز اعمل برنامج سهل و بسيط بيديك تنبيلت بتشتغل عليه يعني مثلا ممكن اقول له انا عايز المجرد بس ان هو يزهر لي الموقع بتاعي تمام يعني هدي الواحد البرنامج دوت بحيس ان هو اول ما يفتحه يظهر الموقع بتاعي ويظهر يدر صفحة الموقع بتاعي ممكن اقول له مثلا لو انا عندي بلوجر او براوزر او ان انا هعمل مسنجر هعمل تطبيق سهل و بسيط بيش محتاج اي حاجة خالص يعني ممكن اقول له ايه انا عايز اعرض اليوتيوب بتاعي عند الناس فاقول له افتح لي اليوتيوب مجرد ان انا هحط القناة بتاعتي هي هتظهر فبيقول لي ايه اكتب لي بلاي لسن معينة او قناة معينة عشان تظهر عند الناس فانا اقول له ماشي انج ويب 16 دي القناة بتاعتي ايه فهو بقا هيبدأ يظهره لي دلوقتي اقول له ايه نيكست بيقول له عايز تعمل التطبيق ده ايه هقول له مسلا سميه بم ارابيه تمام ده كده الفيديوهات بتاحتي هتظهره بالشكل ده وتعني اقول له ما يفتح التطبيق ايه يظهر الفيديوهات بتاعتي تمام بيقول لي اكتب ديسكريبشن ناكست بيقول لي اختار شكل الايكونة هو بديني شكل الافتراض بتاع الموقع ممكن اقول له كاستم اختار انا اي شكل الايكونة زي ما انا عايز اقول له ناكست كريت بس يعني زي ما اتشاف ما فيش اي خطوة صعبة هيبدأ يديني التطبيق و يديني و يقول لي اكتب الاميل عشان ابعت لك التطبيق دوت فهكتب الاميل و هكتب الباسورد و اقول له مثلا انا عايز يدخل عن طريق الفيسبوك كده هيديك وصله للملف الاندرويد دوت بحيث ان تقدر تبعاته لصحابك تقدر تاخد اللينك دوت او دوت او تقدر تحمله عندك على الجهاز تعمل له دول لود وبعد كده تبعاته لصحابك ماذا كده عمل تطبيق اندرويد بكل سهولة و بكل بساطة و من غير مدفع فلوس و من غير بساطة بأي برامج دي حاجة بساطة للمبتدين طبعا لو حد عايز علم برمجة الاندرويد ياريت و مطلوبه بقى جدا في السوق ترجمة نانسي قنقر